السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله كنافة بالقشطة او كساة الكنافة بالقشطة احنا معنا هنا اقل من ربع كيلو من الكنافة وكمان معنا ثلاث معالق كبار من السمنة هنسيح طبعا السمنة بالشكل ده واول ما السمنة تسيح بننزل عليها على طول بالكنافة بتاعتنا نحمرها بالشكل دهوت طبعا هنقعد نقلب في الكنافة بتاعتنا لغاية ما هي تاخد اللون الاحمر بدأت تحمر معنا هيت وكده تبقى جاهزة معنا كمان مكسرات هنضيفها عليها اللي هي جوز الهند وكمان معنا زبيب وكمان فلس داني مطحون وهنقلب الخلط ده كله مع بعض وهنطف بقى النار وكمان هنضيف كمان نص كوباية من الشربات وهنركنها على جنب تبرد وتاني حاجة معنا هنجهز طبعا الاشتاق بتاعتنا اللي هي عبارة عن كوباية لبن كوباية مية وكمان كوباية معلقتين من النشا ومعلقة دقيق ومعلقة كبيرة من الكرمشانتين وثلاث معلق من السكر وهنقلب كل ده على البارد وهنرفعه طبعا على النار لغاية ما يوصل للكوامن اللي هورره لكم والسكر كمان حسب الرغبة ممكن تزودي سكر او ما تحط السكر خالص وهنقلب نستمر كده في التاليب لغاية ما توصل للكوامن اللي احنا تقيل شوية وهيبقى كده الكوامن بتاعنا جاهز او بالشكل ده هلوقتي هنجهز بقى الكسات بتاعتنا طبعا احنا جابنا الكسات هنضيف الاول الكنافة بالشكل ده وبعدين هنضيف القشطة بتاعتنا في النص كده وهنحط تاني كنافة وهنقلب نستمر لغاية ما الكمية بتاعتنا تخلص واخر حاجة اللي هتبقى على الوش كنافة طبعا نضيفنا كمان القشطة بتاعتنا هيت وهنزينها بالكنافة ان شاء الله هنستمر بقى لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا طبعا هي الكمية اللي انا عملتها دي مش داعت بس لانها بصراحة اتخطفت بالشكل ده نحط الكنافة والقشطة والقنافة وبعدين اخر حاجة اللي هي القشطة ونزينها بايزينة عندك او بممكن ترش عليها شوية كنافة من علوشة زي ما انا عاملة كده وهو كده بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كنافة القشطة بصراحة طعمها جميل جدا 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 ويا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم وانا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته